المرصد الوطني لمنظومة تربية وتكوين يدخل على خط الاضطرابات في التعليم ويدعو لتدخل العاشل لقف نزيف الاضطرابات ضمانا لحقوق ما يزيد عن 11 مليون متعلم دوليا رئيس المصري عبد الفتاح سيسي يعلن انتهاء أزمة أسفنة الجانحة بقناة أسويس منذ نحو أسبوع وهيئة القناة تؤكد أن عبور السفن المنتظرة عندما داخل القناة سيستغرق ثلاثة أيام ونصف تقريبا فرياضة ويدات مرا يتواش ببطولة المغرب للقسم الوطني الممتاز لكرة اليد نشرت مخبرية جديدة منك فانتكاتخ تيفي أهلا بكم دعا المرصد الوطني لمنظومة تربية وتكوين إلى تدخل العاشل لإيقاف نزيف الاضطرابات ضمانا لحقوق ما يزيد عن 11 مليون متعلم في التمدرس في ظروف عادية ومطمئنة خلال الزمن الشائحة وانعكاساتها وبعدها وأضح المرصد في بلاغ تحت عنوان نداء التربية لعقلاء وحكماء الوطن أن منظومة التربية والتكوين بكل مستوياتها ومكوناتها تعاش إطرابا غير مسبوق وتوترا متزايدا بين الفاعلين في العمليات التربوية والإدارية والتقنية والحكومة وأن هذا النداء يأتي في إطار تذكير رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية وتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بما تعرفه المنظومة التربوية من أزمات ضحيتها الأولى هم التلميذ والطلاب والأسر مسجلا أسفه وقلقه حول الصمت الحكومي وانعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة كما جدد المرصد تأكيد على تدعيات سلبية وطنية ودولية التي تتوالد عن الاترابات المتتالية بسبب احتجاجات فئات متعددة وما يرافقها من تعاملات غير تربوية من قبل بعض رجال السلطة الأمر الذي يستغله أعداء الوطن بحقد دفين وبنسبة لجديد الحالة الوبائية ببلادنا أعلنت وزارة وصحة في الأحد عن تسجيل 300 وإصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد 268 حالة شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربعان وعشرين ساعة الماضية فيما بلغ عدد المستفيدين من شرعة الأولى من التلقيح إلى حدود أمس أربعة ملايين وثلاثمائة واثنين ألف ومائة وثلاثة وثمانين شخصا وتتوضع حالات الإصابة المسجرة خلال الأربعان وعشرين ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء أصطات بمائة وتسعى وثمانين ورباط تأسل القنيطرة بأربعان وعشرين ومراكش آسف باثنتين وعشرين سوس ماستا بستمع عشرة حالة واجهة أشرق بسبعة عشر حالة أيضا وطنجة تطوان الحسيمة خمس عشرة حالة الدخل وددهب بسبع حالات العيون السقي الحمراء بأربع حالات ودعا تفلالت بحالتين وابن ملا الخنفرة بحالة واحدة محلياً وبطنجة تمام سيالة حد العثور على خمس عشر تقنينة أثرية مدفونة بعناية في صفح أحد المباني الواقعة بلجات الشرقية للمدينة العتيقة لطنجة بلغ لوكالة إنعاش وتنمية قليم الشمال أفادة بأن العثور على هذه القنينات الزجاجية تم في إطار أشغال برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة والذي تنجزه الوكالة بإشراف وتتبع من ولاية جنة طنجة تطوان الحسيمة المصدر نفسها ضاف أن هذه المشموعة من القنينات الزجاجية الكبيرة الحجم كانت مدفونة بعناية في صفح أحد المباني الواقعة على الصور المحيط بداردباغ من الجات الشرقية مبرزا أنها كانت تستعمل في حظي ونقل بعض المواد السائلة كالزيت والعصائر والمخللات والمخملات في تطورات الأوضاع الدولية وفي جديدة سفنة الباناميا أذر جيفن الجانحة في قناة أسويس المصرية أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح في سيا اليوم الاثنين إنهاء أزمة سفينة الجانحة بالقناة منذ نحو أسبوع وكتب سيسي في تغريدة على صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء الأزمة وفي أعادة الأمور لمصدرها الطبيعي رغم تعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب تفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير فاطمة أبو تغرس لقد نجح المصريون في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بهذه الكلمات أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجح عملية تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة منذ نحو أسبوع هيئة قناة السويس أفدت من جانبها أن عملية إعادة تعويم سفينة إيفر جيفن قد بدأت صباح اليوم وأنه تم تعديل مسارها بنسبة 80% إلا أنها لم تعم بشكل كامل بعد وقالت الهيئة إن عمليات قطر السفينة استؤنفت بمجرد ارتفاع المد وإن حركة الملاحة بالقناة ستستأنف بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل وعملية إعادة التعويم بدأت بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر بفضل عمل عشر قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة من بينها واحدة هولندية وصلت الأحد ومنذ سبعة أيام كانت سفينة الحاويات البانامية الضخمة قد جنحت بالعرض في مجرى قناة السويس وأغلقته بالكامل مما عطل حركة الملاحة في الاتجاهين في الممر المائي الدولي تعطل أدى إلى ازدحام مروري في القناة تسبب في تشكيل طابور انتظار طويل جعل حوالي أربع مائة سفينة تنتظر عبور القناة ما أدى إلى تأخير بالغ في تسليم النفط وعمليات أخرى الأمر الذي تسبب بدوره في خسائر اقتصادية تكلف مصر يوميا ما بين أربعة عشر إلى خمسة عشر مليون دولار دوليا دائما سبعدت منظمة صحة العالمية تماما في تقرير نشرته اليوم الاثنين أن يكون فيروس كورونا قد تسبب أو تسرب من مختبر صيني إلا أنها لم تستبعد انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان واعتبرتها فرضية محتملة إلى محتملة شدا وبحسب النسخة النهائية للتقرير فقد شدد القبرى الذي نقل بعضهم إنهم لم يكن لديهم المجال الكافي للعمل بحرية خلال فترة الأسبوع الأربعة لإقامتهم في الصين شددوا على ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقا جغرافيا أكبر وذلك نظرا لما كتب عن دور حيوانات أليفة كوسيط في نقل الأمراض المستشدة ويرجح الكبرى النظرية العامة للانتقال الطبيعي للفيروس من مصدره الحيواني وهي على الأرشح الخففيش إلى الإنسان عبر حيوان وسيط لم يتم تحديده بعد أما الآن مشاهدين على أخبار رياضة رفقة زميلة سارة دوحي أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة الرياضية البداية من المغرب وتتويج فريق ويداد سمارة بلقب بطولة المغرب للقسم الوطني الممتاز لكرة اليد برسم الموسم الرياضي 2019-2020 عقب فوزه على فريق الجيش الملكي ب27 هدفا مقابل 25 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما يوم أمس بالقاعة المغطاة تتابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء وكانت الجولة الأولى من المباراة التي شهدت ندية كبيرة بين الفريقين قد انتهت بتقدم الفريق العسكري ب14 هدفا مقابل 13 وجرت مباراة الدور النهائية على مدى ثلاثة أيام الـ 26-27-28 من مارس الجارية بمشاركة أندية الجيش الملكي بيداد سمارة طلبت تيطوان ورجاء أغدير انتزع المنتخب السوداني بطاقة التأهل لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل عقب فوزه على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بهدفين لسفر بجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الغاني على ساوتومي بثلاثة أهداف لهدف واحد وسجل هدفي سقور الجديان سيف تيري ومحمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقتين الخامسة والثانية والثلاثين ورفع السودانيون رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز الثاني لينتزعوا بطاقة التأهل للمرة التاسعة في تاريخهم برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول في حين توقف رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند عشر نقاط في المركز الثالث أوروبيا الآن أفلت المنتخب الإسباني لكرة القدم من كمين جورجيا وانتزع فوزا صعبا وثمينا بهدفين لهدف واحد وعاد منتخب إنجلاتيرا بالفوز بهدفين لصفر أمام ألبانيا وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة فرنسا أمام كازاخستان وضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لتصفيات المؤهلة لمونديار قطر 2022 أنهى المنتخب الجورجي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خفشا كفاراتسخيليا في الدقيقة الثالثة والأربعين بعد أداء غير مقنع من المنتخب الإسباني وكان المنتخب الإسباني استهل مسيرته في التصفيات بالتعادل مع اليونان بهدف لمثلها الأسبوع الماضي ثم فاز يوم أمس بصعوبة على مضيفه الجورجي ليرفع رسيده إلى أربع نقاط ليتصدر مجموعته مؤقتا وفي المجموعة التاسعين فرد المنتخب الإنجليزي بالصدارة بعد فوزه على مضيفه الألباني بهدفين أسفر من جانب آخر اكتفى منتخب فرنسا بهدفين في شباك مضيفه منتخب كزاخستان محققا أول انتصاراته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم والفردت فرنسا التي تعادلت بالجولة الأولى من التصفيات مع منتخب أوكرانيا بصدارة المجموعة الرابعة من التصفيات مؤقتا حيث رفعت رسيدها إلى أربع نقاط في وقت يقع منتخب كزاخستان في المركز الأخير بلا رسيد من النقاط في خبر آخر ندمت فصائل الكورفاسود المناسرة لنادي الرجاء الرياضي وقفة احتجاجية يوم أمس الأحد أمام مركب وازيس للمطالبة برحيل المكتب المسير الحالي برئاسة رشيد الأندلسي ومدرب الفريق الأولى جمال السلامي ودعت الكورفاسود قبل أيام جميع محبي الفريق إلى ضرورة الحضور لهذه الوقفة الاحتجاجية لتأكيد المطالبة برحيل السلامي والمكتب المسير للنادي بسبب حصد النصور مجموعة من النتائج السلبية في البطولة برو آخرها الهزيمة في الديربي أمام الغريم التقليدي الولاد الرياضي بهدفين دون رد لحساب الجولة العاشرة كما أن الجماهير الخضراء عبرت عن امتعاضها من غياب هوية الفريق في المباريات نهاية النشرة شكرا على طيب المتابعة العودة إليك ثوريا إذن بأخبار رياضة مشاهدينا نكون قد وصلنا وإيكم إلى ختم هذا العرض الإخباري شكرا لكم على طيب الإسقاء والمتابعة لمزيد من أخبارنا مثل موقعنا الإلكتروني كافة ذنكت واتفي بداية أسبوع موفقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر